بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزاء التلاميذ عزيزات التلميذات درس اليوم موجه إلى تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي مكون التعبير والإنشاء ويحمل درسنا عنواناً هو مهارة كتابة الحكاية العجيبة أو قصة من الخيال العلمي ولكن قبل أن نشرع في درسنا سنطرح مجموعة من الأسئلة ما معنى الحكاية العجيبة وما هو تعريف القصة أو قصة الخيال العلمي وكيف يمكننا أن نكتب حكاية عجيبة أو قصة من الخيال العلمي بالاعتماد على ما درسناه سابقاً إذن ننطلق الآن لمعرفة عناصر السرد والتذكير بها نعرف أن السرد يعتمد على مجموعة من العناصر سنشرح كل واحدة على حدة أو نذكر بكل واحدة على حدة هي الأحداث والشخصيات والزمان والمكان ننطلق من الأحداث الأحداث هي الوقائع والأفعال التي تقوم بها مجموعة من الشخصيات داخل النص السردي هذه الأحداث تحركها كما قلنا مجموعة من الشخصيات المختلفة سواء كانت رئيسية أو ثانوية ثم هناك الفضاء الذي ينقسم إلى قسمين الفضاء الزماني والفضاء المكاني ونقصد بالفضاء المكان والزمان الذي وقعت فيه هذه الأحداث ثم لدينا مجموعة من التقنيات التي تساعدنا أثناء السرد والتي يمكن استخدامها إلى جانب السرد ومنها الحوار والوصف ما المقصود بالحوار؟ الحوار هو أن تتحدث الشخصيات مع بعضها البعض بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى السرد كحديث الشخصية الأولى مع الشخصية الثانية وهذا النوع من الحوار يسمى حواراً خارجياً لأنه يكون بين شخصيتين فأكثر ثم لدينا نوع آخر من الحوار وهو الحوار الداخلي أي حوار الشخصية مع نفسها التقنية الأخرى التي يمكن استعمالها في النص السردي وهي تقنية الوصف وحينما نتحدث عن الوصف فنحن نتحدث عن وصف الشخصيات سواء من الناحية الخارجية كبيان هيئتها وسنها وجنسها إلى غير ذلك وهناك وصف آخر للشخصية على المستوى الداخلي كبيان حالتها النفسية والعاطفية حالة الفرح الحزن الغضب إلى غير ذلك أو ما يسمى بالعناصر الداخلية بالنسبة لوصف المكان أيضاً يمكننا استعمال الوصف أثناء وصف المكان فنصف هذا المكان بالشساعة أو الضيق بالرحابة أو بأنه مكان عام مكان مرتب بهئتات إلى غير ذلك من الأوصف الآن بعد أن استرجعنا معنى السرد وعناصر السرد سننتقل لتعريف الحكاية العجيبة إذن نلاحظ الحكاية العجيبة يمكن أن نعرف الحكاية العجيبة بأنها هي الحكاية التي تتحدث عن المذهش بمعنى آخر فالعجيب هو المذهش وماذا نقصد بالمذهش؟ المذهش هو الذي يترك فينا انطباعاً بالدهشة والاستغراب والاستعظام درستم سابقاً في الدرس اللغوي أو ستدرسون درساً بعنوان أسلوب التعجب فحين تتعجب من شيء فبمعنى أنه مذهش أيضاً العجيب هو الغريب الغريب الذي لا يمكننا أن نصادفه في كل يوم فيمكننا أن نقول عن العجيب بأن العجيب هو الغريب أيضاً يمكننا أن ننعته بالخارق للعادة ما معنى الخارق للعادة؟ أي الذي لا نراه في كل يوم ويصعب تصديقه إذن هذه العناصر الأربعة يمكن أن نعرف بها الحكاية العجيبة فهي المذهش الغريب صعب التصديق والخارق للعادة الآن نعرف قصة الخيال العلمي ماذا نقصد به الخيال العلمي؟ إذن الخيال العلمي بطريق بصفة عامة هو الذي يرتبط بالعلوم أو كل ما هو مرتبط بالعلوم أو السفر عبر الفضاء أو السفر عبر الزمن أو اختراع الآلات الغريبة العجيبة التي يمكن من خلالها أن نقول بأن هذا الحدث يندرج ضمن الخيال العلمي أو الأشياء المتعلقة بالظواهر التي يمكن أن نصادفها على سطح الأرض أو باطنه أو في السماء كالبراكين أو الأمطار أو العواصف كل هذا يندرج ضمن الخيال العلمي ومن هنا نتساءل ما هي عناصر الحكاية العجيبة؟ كيف يمكننا أن نكتب قصة عجيبة أو من الخيال العلمي؟ بطبيعة الحال الإجابة هنا مختصرة نضفي طابع الغرائبية والعجائبية على العناصر السردية إذن كيف يمكننا أن نضفي هذه طابع العجائبية والغرائبية على العناصر السردية؟ قلنا سابقا العناصر السردية هي الأحداث، الشخصيات، الزمان، المكان إذن كيف يمكننا أن نجعل هذه العناصر عناصر غريبة وعجيبة؟ ننطلق من الأحداث إذن غرابة الأحداث تتمثل في أننا نتحدث عن أحداث غريبة وغير متوقعة عندما نريد أن نكتب حكاية عجيبة فنحن نتحدث عن أحداث غريبة وعجيبة مثل سقوط نيازك مثلا غزو الفضاء أن هناك كائنات غريبة تغزو الأرض اختراع آلة يمكن أن يصغر حجمها وتدخل إلى جسد الإنسان لمحاربة الأمراض فهذه أحداث غريبة اختراع آلات الصفر عبر الزمن إذن الأحداث الغريبة هي الأحداث التي لا نصادفها في كل يوم وبطبيعة الحال حينما نتحدث عن أحداث غريبة فنحن نتحدث عن العنصر الآخر وهو الشخصيات إذن كيف يمكننا أن نتحدث عن شخصيات غريبة؟ إذن نلاحظ أننا نختار لهذه الشخصيات أسماء غريبة ومبتكرة بمعنى أننا نعطي للشخصيات التي نختارعها أسماء غريبة لا توجد أو غير متداولة أيضا يمكننا الاعتماد في الشخصيات الغريبة أثناء كتابتنا لقصة عجيبة على شخصيات مثل الجن، الشياطين، الكائنات، الفضائية ويمكننا أيضا الحديث عن الحيوانات الأسطورية، التنانين، الثعابين، ذات الرأسين، الحيوانات السيامية نقصد بالحيوانات السيامية أو الشخصيات السيامية هي تلك الشخصيات التي تتكون من جسمين ورأسين ملتسقين بطبيعة الحال، هناك أيضا يمكننا أن نوظف شخصيات مثل الفينيق وهي حيوان أسطوري أو طائر أسطوري معروف بأنه عبارة عن طائر من النار يموت ويصبح رمادا ولكن من داخل هذا الرماد ينبعث طائر جديد أيضا يمكننا الاعتماد على الحيوانات التي تتكلم فيما بينها أيضا يمكن أن نجعل الغريب أن يمكننا استخدام الأشياء الجامدة وجعلها شخصيات مثل مقلمة، أقلام، أواني الطبخ في المطبخ، المنزل، طائرة إلى غير ذلك أيضا يمكن أن نجعل الإنسان نفسه غريبا أو يمكن استعمال شخصيات غريبة مثل الشخصيات الخارقة، مثل تلك الشخصيات التي نشاهدها في الأفلام قادرة على الطيران أو قادرة على التخفي أو التي لها قدرات غريبة وعجيبة أو مصاصي الدماء أو المستذئبين إلى غير ذلك أيضا ننتقل إلى الزمان نلاحظ هنا أن الزمن يمكننا استعمال الزمن المستقبل أي أن الأحداث تقع في المستقبل يمكن أن نتحدث عن أحداث في الماضي يمكننا أن نوقف الزمن عبر آلة من الزمن أو ساعة زمنية أو اختراع معين فنوقف الزمن ونجعل الشخصيات تتحرك في زمن متوقف أيضا يمكننا إدراج عنصر سردي آخر وهو المكان إذن بالنسبة للمكان يمكننا أن نضفي على المكان طابعا غرائبيا انطلاقا من استعمال أمكن غير موجودة في الواقع مثل جزيرة الواق واق فجزيرة الواق واق ذكرت في حكاية ألف ليلة وليلة ولكننا حينما سنبحث عنها في الخريطة في العالم الواقعي لن نجدها أيضا يمكننا الحديث عن أمكنة مثل صحراء من الذهاب أو صحراء من الجواهر أيضا أمكنة مخفية أو مخيفة عفوا أمكنة مخيفة مثل الكهوف الغابات إلى غير ذلك أيضا في الفضاء يمكن أن يكون الفضاء مكانا للإحداث الغريبة مثل المجرات الكواكب النجوم المجرات الأخرى باطن الأرض وأيضا يمكننا استعمال جسم الإنسان ليصير مكانا فتكون الأحداث داخل جسم الإنسان بما أننا يمكن أن نخترع آلة صغيرة تنقلنا إلى داخل جسم الإنسان مثلا لمحاربة مرض معين إذن أنهينا الآن الحديث عن عناصر السرد السابقة الأحداث الزمان الشخصيات المكان إذن كيف يمكننا الاستفادة أيضا من عناصر السرد الأخرى مثل الوصف والحوار في الحكاية العجيبة إذن يمكننا الاستفادة منها بطريقتين طريقة الأولى أننا نجعل الوصفة وصفا غرائبيا وعجائبيا فإضفاء أوصاف عجيبة على العناصر السردية ومثال ذلك كما تشاهدون كان هناك رجل بطول الجبل إذن نعرف بأن ليس هناك رجل في الحقيقة عملاق ولكن لا يوجد عملاق بهذه الأوصف ولكن هذا الوصف وصفه بكونه أو حينما شبهناه بالجبل فهنا تقريب للصورة الغريبة حينما نقول ثعبان برأسين طوله سبعون قدما فلا يوجد ثعبان بهذا الطول حينما نتحدث عن جبال متحركة في حركات تشبه الأمواج وغير مستقرة في مكانها فبطبيعة الحال فإننا نتحدث هنا عن وصف غريب بالنسبة للحوار كيف يمكننا أن نجعل الحوار غريبا يمكننا أن نجعل الحوار غريبا بطبيعة الحال بكل بساطة حينما نجعل الحوار بين شخصيات لا يمكن أن تتحدث مثلا حديث إنسان مع شجرة وهنا نقصد لا يكون هناك حوار داخل حوار الشخصية مع نفسها حوار الإنسان أمام الشجرة بالعكس فنحن نتحدث عن شجرة تتحدث تتحدث إلى الإنسان هذه الشجرة بما أنها قادرة على الحركة وقادرة على التعبير فهي تتحدث مع الإنسان إذن نستجمع كل ما قلناه سابقا إذن الحكاية العجيبة هي عبارة عن نص سردي بأحداث وزمان ومكان وشخصيات نوظف فيها الوصف نوظف فيها السرد ولكننا نضفي عليها طابع الغرائبية وطابع العجائبية من خلال إدخال بعض الأشياء شخصيات غير واقعية شخصيات مبتكرة شخصيات غير موجودة أحداث غريبة إلى غير ذلك أماكن غير متوقعة مخيفة متيرة للدهشة ومتيرة لنقول متيرة للصدمة إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس لننتقل إلى تطبيق معين إذن أقدم لكم تطبيقا يمكنكم إنجازه كنت رفقة أصدقائك في رحلة وسط الغابة إذن تلاحظون أننا اخترنا الغابة لأن الغابة يمكن أن نضفي عليها طابعا غرائبيا وفجأة سمعت أصوات غريبة إذن بطبيعة الحال أنت هذه الأصوات حينما ستتبينها ربما ستكون أصوات أشجار أصوات حيوانات إلى غير ذلك فقررت وأصدقائك الذهاب للتحقق من هذه الأصوات أكتب حكاية عجيبة تسرد فيها الأحداث التي وقعت لك مسترشدا بما اكتسبته في مهارة كتابة حكاية عجيبة إذن نعود إلى نص الموضوع وتأمله جيدا وأعيد قراءته كنت رفقة أصدقائك في رحلة وسط الغابة إذن أنت وأصدقائك وسط الغابة بطبيعة الحال تضفي على هذه الغابة طابعا غرائبيا يمكنك أن تقول بأن هذه الغابة مظلمة إلى غير ذلك وأن أشجارها تتحرك وتتحدث والأصوات التي سمعتها هي عبارة عن أصوات الأشجار أو أصوات الحيوانات تتحدث فيما بينها مثل الإنسان إلى غير ذلك فقررت وأصدقائك الذهاب للتحقق من هذه الأصوات ولكنك حينما ذهبت للتحقق من هذه الأصوات صادفت أشياء عجيبة غريبة ووقعت معك أحداث غريبة إذن كهيكل عام ستنطلقون في هذه الحكاية العجيبة من بداية تتحدثون فيها عن ذهابكم إلى هذه الرحلة ثم حدث مفاجئ حدث فجأة وهو سماع الأصوات ثم العقدة أو الوسط الذي ستتعقد فيه الأحداث حينما ستقع معكم أحداث غريبة وعجيبة وتصادفون شخصيات عجيبة وغريبة تقع لكم معها مشاكل وتحاولون البحث عن حلول لهذه المشاكل ثم نهاية بطبيعة الحال تسردون فيها ماذا وقع لكم في النهاية وكيف نجوتم من خطر ما أو أصبحتم أصدقاء لهذه المخلوقات الغريبة والعجيبة إذن في انتظار كتابتكم لهذا الموضوع الإنشائي أترككم وأستودعكم الله إلى حصة مقبلة بإذن الله وشكرا على حسن إصغائكم ومتابعتكم ترجمة نانسي قنقر